هذه أبرز العناوين إنفانتينو المغرب صنع التاريخ في المونديال رونار يوجه رسالة مؤثرة إلى مدرب لبؤات الأطلس قرشاوي جميل جدا ما يفعله المغرب من أجل الكرة النسوية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس إنفانتينو المغرب صنع التاريخ في المونديال أشهد جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مجددا بمشاركة المنتخب الوطني المغربي النسوي في نهاية كأس العالم في أستراليا ونيوزيلاندا حيث بلغت لبؤات الأطلس الدور الثاني في أول مشاركة لهن في هذه المنافسة القارية وقال جيان إنفانتينو رئيس الفيفا إن المنتخب الوطني المغربي صنع التاريخ في أول مشاركة لهن في نهاية كأس العالم المقام حاليا في أستراليا ونيوزيلاندا في الفترة الممتدمة بين العشرين من يوليوز والعشرين من غشة الحالية وبعدما هنأ المنتخب الفرنسي على الفوزه على اللبؤات بأربعة أهداف لسفر وتأهله إلى دور الرابع النهائي قال إنفانتينو تهنين أيضا للمنتخب المغربي الذي صنع التاريخ في مشاركته الأولى في نهاية كأس العالم رونار يوجه رسالة مؤثرة إلى مدارب لبؤة الأطلس تقدم عرف رونار المدير الفني للمنتخب الفرنسي النسوي بالتهنئة لمدارب المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم ريناد بيدروس على ما قم به في منافسة كأس العالم 2023 وبوصوله بلبؤة الأطلس لدور الستة عشر في إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ المنتخبة العربية بالمونديال وقال رونار في تصريعات صعفية أعلم جيدا بأن بيدروس المدير الفني للمنتخب المغربي كان يتمنى بتأكيد أن لا تنتهي رحلته بالمونديال فلكل فريق ومدارب منا حلم خفي ولكن ما قدمه يعد إنجازا رائعا وشد دارونار أن بيدروس يعلم كراس القدم الفرنسية جيدا لأنه فرنسي وأنا ولاعباتي أيضا نعرف المغرب ودرسناها ولكن ما وصل إليه المنتخب المغربي حصاد هام لما بدأوا فيه منذ عشر سنوات وأعرب موديريبو المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم ريناد بيدروس عن فخره الكبير بالأداء المشرف والمبهر لبؤة الأطلس في بطولة العالم للسيدات المقامة بأستراليا ونيوزيلاندا ورغم الإقصاء بحصلة انتقلة بأربعة أهدف نظفة أمام السيدة فرنسا في المباراة التي جمعتهن يوم التلتاء برسم دورة ثمن نهائية قال بيدروس إنه سعيد جدا بمصاري اللاعبات المغربيات في نهاية كأس العالم في أول مشاركة لهن ويعتز بكونه ناخبا وطنيا للمنتخب المغربي وأكد بيدروس في الندوة الصعافية التي عقبت لقاء المغرب وفرنسا على ضرورة دعم اللاعبات والتقدير المجهود الذي بدلناه في هذه البطولة وتبع المدرب الفرنسي أهنئ اللاعبات وأشكرهن الآن علينا مواصلة العمل تنتظرنا تصفية الألعاب الأولمبياء داعيا إلى ضرورة استثمار هذا الإنجاز مستقبلا وبخصوص أطوار المقابلة التي انتهت بخروج سيدات المغرب برأس مرفوعة من المونديال بعد أول مشاركة لهن أوضح بيدروس أن منتخب فرنسا كان أكثر خبرة مضيفا لم نظهر الفعالية المطلوبة حتى نخلق مشاكل الفريق الخصم ارتكبنا أخطاء انتفاعية كبيرة كلفتنا للأسف تمنا باهدا في الشوط الأول وانهزم المنتخب المغربي أمام نظره الفرنسي بأربعة أهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثة برسم ثمن نهائي كأس العالم للسيدات المقام بأستراليا ونيوزيلاندا يذكر أن المنتخب المغربي بلغت من نهائي كأس العالم للسيدات تعقب فوزي على نظره الكولومبي بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي برسم الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة واحتل المنتخب المغربي المركز الثاني برصيد الست نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الكولومبي متقدما على منتخب ألمانيا وكوريا الجنوبية قرشاوي جميل جدا ما يفعله المغرب من أجل الكرة النسوية أشهدت نجمة المنتخب الفرنسي لكرة القدم النسوية اللاعب قرشاوي ذات الأصول المغربية أشهدت بالتطور المهم الذي تعرفه كرة القدم للسيدات في المغرب وتبعت أن ألعب ضد بلدي أمر معقد كان هناك الكثير من المشاعر وجميل جدا ما يفعله المغرب من أجل الكرة النسوية وأكدت قرشاوي أنها لما بدأت اللاعب لم يكن للمنتخب المغربي النسوي وجود والآن هو بين عشرة أفضل منتخبات في العالم ولدرقراجي يضم ثلاثة محترفين مغارب جدد في أوروبا للمنتخب الوطني المغربي لأول مرة يواجه المنتخب المغربي ناظره منتخب ليبيريا في التاسع من شتنبر المقبل بمدينة أغادير في إطار الجولة الأخيرة من تصفية بطولة كأس أمام إفريقيا التي ستقام مطلعة سنة المقبلة بالساحل العاج في انتظار مواجهة منتخب بوركنافا سويديا في الثاني عشر من نفس الشهر في مدينة لانسا الفرنسية ويتجه وليدرقراجي إلى ضميث التي محترفين مغارب جدد في أوروبا يريد دعوتهم إلى الصفة في المنتخب المغربي الأول خلال المعسكر التدريبي المقبل الذي سيخوضه داخل مركز محمد السادس لكورة القدم ويتعلق الأمر بإسماعيل سيباري لاعب أيندهوفنا الهولندي وأسام العزوزي لاعب نادي بولونيا الإيطالي ومهدي بوكامير لاعب نادي شارلور والبلجيكي وصابق للعناصر المذكور أن تألقت ولفتت الأنظار خلال مشاركة المنتخب المغربي الأولمبي مؤخرا في نهاية بطولة كأس أمام إفريقيا تحت الثلاثة والعشرين سنة إذ لعبت دورا باريسا في تتويج المغرب بلقب الكانو التأهل إلى أولمبياد باريسا الفين واربع وعشرين وعليه يريد أعضاء الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي الأول اختبار مؤهلاتهم الفني والبدنية في الفترة المقبلة للحكم على مستواهم وما إذا كانوا قادرين على تحمل المسؤولي لاستدعائهم لخوض بطولة كأس أمام إفريقيا المقبلة مع المنتخب المغربي الأول وليد راقراجي مودرب المنتخب المغربي يوجه قرارا مفاجئا وصادما لكل من يحيى طية الله ويحيى جبرا يستعد وليد راقراجي مودرب المنتخب المغربي للكشف عن القائمة النهائية المستدعاة لخوض مباراة لبيريا في التاسع من شتنبر المقبل كما سيوجه أيضا منتخب أصدر الأطلس منتخب وركنفاس في الثاني عشر من نفس الشهر على ملعب لانس في فرنسا وقرار المدرب وليد راقراجي توجه الدعوة إلى أسماء جديدة تألقت برفقة المنتخب الأولمبي وسيطر وليد راقراجي إلى استبعاد عدد من اللاعبين الذين لم يقدموا الإضافة المطلوبة للمنتخب المغربي ولا يشاركون أساسيين برفقة أنديتهم في وقت سيستعين فيه بخدمة بعض المواهب الصاعدة كإسماعيل سباري وأسامة العزوزي ومن المنتظر استبعاد بعض العناصر عن مباراة لبيريا وبوركنافاسو أبرزها يحي جبران لعب خط وسط نادي الويداد الرياضية بسبب التراجع مستوى من جهة ووجود لعبين أفضل منه في مركزه من ناحية تانية إضافة إلى يحي عضية الله بحكم أنه لا يملك أي فرق إلى الآن بعدما أنه ارتباطه بالفرق الأحمر ويسعى المدرب وليد ريجراغي إلى منح الفرصة للاعبنا الجدد من أجل اختبارهم والوقف على مؤهلتهم الفنية والبدنية قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي سيعتمد عليها في بطولة كأس أمام أفريقيا التي تحتضنها الساحل العاج مطلع السنة القادمة اشتركوا في القناة